الموضوع ده تربية أنا بشوف تربية ومجتمع بقينا بنتراب يعني الناس الناش بقى بيطربة غلط ما بقاش قوي بجد مش تظهر يعني ما بقاش قوي الناس بتحرص على فكرة الحراب والحلال دي حاجة وما بقاش الناس قوي بيهمها يعني ده متلاقي الولد اللي طالع ده بيعلمه انت ازاي هتكبر وتعامل فلوس بس يعني أنا ابني سي أنا مثلا ابني بقول له انت هتخش المدرسة وعايزك تطلع دكتور عشان تشرفني وعشان تجي بفلوس وعشان تفضل تحمل وتفضل تسوي وتفضل هو بيزرع في قلب الشخص حب الدنيا اللي هي أنا ساعات بقى وعد فكر مع نفسي والله لازم بجد كل ما يجي حد يسأل انت عاست بقى ايه اقول انا هبقى ايه يعني مهما كنت ومهما وصلت انا هبقى ايه انا كده كده ليه عمر افتراضي زي اي حاجة زي العربية زي اي حاجة ليه عمر افتراضي وهموت انا عايز في الفترة دي اعمل حاجة كويسة عشان لما يجي على عطبة الحياة الاخيرة اقول ان انا عملت في عمري حاجات كويسة وعايز ابقى امراضي الناس اللي حوالي وكون ليه شأنه وليه 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 فايدة في المجتمع لكن بقى مش عايز اعمل فلوس كتير قوي مش عايز يعني يكفيني السدر فالناس لو بتربي الجيل او بتربي الناس او الناس عقليتها تتروح للحتة دي ان انت انت عايشة في الكون ده لربنا لربنا اول حاجة واي حاجة تانية بعد كده لا اما هقولك على حاجة الشخص اللي زمن تبتقولي كده اللي بيسرق مثلا ده لو كان صبر على 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 رزق وكان جاله من الحلال بس ربنا قال له خده من الحرم ففي ناس بتروح تقعد في الحتة دي وتبلط وتقول بقى ايه تبدأ تقنع نفسها بمبررات ان العيب مش فيها العيب في المجتمع المجتمع هو اللي وحش مع ان انت ما انت مجتمع المجتمع ده مين مع انا وانت وحضرتك والرجالة الحلولين دول المجتمع كده فلو كل واحد بدأ بنفسه الدنيا تبقى جميلة اوي 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 طب نقول لهم قوموا بقى قوموا يعني بطلوا اللي انتوا فيه وبدأوا حياتكم من اول و جديد بالزبط يعني لان مفيش حاجة اسمها الاوامن فيها تقولوا انت فيك نفس تقدر تصلح وباب التوبة دايما مفتوح لا اي حاجة غلط مش شرط اي يعني مش شرط حاجة معانا اي حاجة غلط في الدنيا ممكن تتصلح يعني انا بقولك انا على مدار حياتي واعتب او مريت بحاجات كتير اوي اوي صعبة وهي حاجة واحدة بس العادات الكويسة العادات الكويسة الصغيرة اللي انت بتعملها في يومك زي ان انت تحاول كل يوم تعمل حاجة كويسة في شغلك لبيتك واهلك وناسك في حياتك ما تاخدش دايما المواضيع من الجانب السلبي انت اسعى وروح هو ربنا معاك هو ربنا ايه الاسعى يا عبدو يعني فيما معناه ان انت لما لما تشتغل انا هقب معاك هفضل معاك بس يا دي الفكرة وربنا بيسامح بس ابدأ بقى بالزبط ارمي ورا ضهرك وابدأ من اول وجدي بالزبط اه كتبت حاجة في السكة دي كتبت حاجة جدتي كتبت تقولي دايما الكلام اللي انا هقولوليك ده تمام اوكي كتبت تكلم عن الحتة دي هم دي اسمع ايه حكاوي ستي حكاوي ستي حكاوي ستي اسمع حكاوي ستي تقوليك ايه ستي جالت انا شارجاوي على فكرة فاللهجة دي باللهجة شارجاوي يعني يا ربنا يخليك يا ربنا يخليك ستي قالت باناش جالت ازاك يا والد لسه فيك رياضي اجازمة تطل على ستك وتسأل